انا قدس بتاعها من شوية اللي هي الريد اي طول الريد اي موجودة مع الهيلين برش هنا اوكي الريد اي بتشتغل بطريقة اوتوماتيكية شوية والاوبشنز اللي موجودة فوق ما بتقصرش قوي يعني بس هم بيبوا خمسين في المية خمسين في المية اول واحد فيهم اللي هو اللي هو حجم العين نفسها والجزء التاني اللي هو هغمق ابدئ ايه عشان نشتغل عليها انا هاخد الزوم طول شوية وهكبر الجزء ده تمام عندنا اي عين حمرة واضحة تماما طبعا عين البنت اصلا مش حمرة الفلاش والكاميرا الديجيتال مطلعة الافكت ده هاخد الريد اي هاته ايه اوك ايه 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 هنا وفي نقط بيضة في النص لكن بمجرد ما هصغر الصورة الحجم الطبيعي بتاعها كده اوكي هترجع الصورة كويس اوكي الحالة اللي تحت حالة اوضح شوية لان التركيز الفوكس كانت على الصورة ايه على العين واضحة بيه انا هكليك على اللير اللي هي رقمها لير واحد اللي فيها الجزء اللي تحت ده بس وحاجي بالريد اي وحاجي في نص العين هكليك عليها اوكي هكليك عليها اوكي واشتغلنا عليها كزا مرة انا ممكن ادراج البلت كلها اطلحها بره تمام وهصغر البلت اللي فيها الاكشن واقول لك الاتي اول واحد احنا وحنا في الستات دي اللي هي بتاعت هكبر دي شوية بس عشان تقرأ اللي موجود تمام احنا دلوقتي اخر حاجة عملناها ايه اباح حاجة ممكن س Luther هنالضام هو بقين البنت صغنانة من هنا اللي هي الريد اي تمام هيرجعني للستدي تاني وادي واحدة تصلحت واحدة لا تمام لو انا روحت للستدي وعملت تستعلى الرمز اللي تحت ده اللي هو الكاميرا تمام هيعمل لي نيو سنابشوت ادي سنابشوت حسنا ؟ طب لو رحت عليه وقلت له نيو سنابشوت حيطلع علي الاسم التاني اللي هو اختاره اللي هي رقم اثنين لا ياعم انا مش عايز الفول دوكيمنت انا عايز المصر اوكي 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 ادي المصر اوكي من غير الجزء التحده التنكي هو الوحدة عنيي انا عملت اسمه تسرين شوط اللي دي بس تمام انا اعمل سنابشوت للليار دي بس طيب لو انا روحت للليار التانية اللي هي احنا عدلنا فيها العين التانية للجزء اللي تحت السد اللي تحت تمام وقلت له اديني سنابشوت برضو بتاعنا هيبقى موجود انه هيحط هيحط لي الدوكيمنت كلها مع بعض تمام رغم ان انا كنت شغال في الليار اللي تحت يعني انا ممكن اكليك عليه واقول له نيو سنابشوت واقول له تمام بس انا مش هعمل الكلام ده دلوقتي انا هعمل حاجة تانية انا هقول له نيو دوكيمنت تمام هياخد الاسم اللي انا عليه ده تمام اللي هو اسم الاكشن اللي انا كنت شغال فيه او اللي انا عملته بالزبط تمام وهيعملي بيه نيو دوكيمنت تمام ادي الدوكيمنت الجديدة تمام تمام الدوكيمنت الجديدة اه هو اخدها من الحالة الرابعة تمام فكل حاجة متصلحة فيها هي تمام قوي ولو حنلاحظ كمان ان هو عمل هالي باللييرز بتوحها يعني دي تلاتة لير باكجراوند واثنين لير ودي باكجراوند واثنين لير تمام ولو كنت مسمي الليرز بتوعك بأسامي مختلفة برضو كان هيسميهم لك بأسامي مختلفة تمام تمام مع الهيستري الهيستري غير ان هو بيسمح لك ان انت تحافظ على الدوكيمنت بتاعتك وتحافظ على الاكشنز اللي انت بتعملها او بتحافظ على التولز اللي انت بتستخدمها شايف فيها حاجة تانية اسمها اكشنز بيساعدك كمان في حاجة تانية اول حاجة لو انا هكليك عليه انا دلوقتي فين انا في اخر حالة تحت انا عند اخر حاجة انا عملتها لو هدوس هيرجعني لورا تمام لو انا في النص انا هنا اوكي وهروح على الهيستري اوبشن هيبقى متاح بالنسبة لي ان انا اتحرك لورا واتحرك له قدام في الهيستري بتاعي من غير مفتح الهيستري بالت تمام عن طريق شفت و كنترول و زد او عالت و كنترول و زد تمام اعتقد كده ممكن بقى غطينا الهيستري فيش اجل حاجة واحدة بس هقولك عليها الهيستري بياخد 20 اكشن او بيسجل 20 حركة انت اعملتها فيه اوبشنز تانية موجودة بس مش هنتعرض لها دلوقتي الجزء بتاع العشرين دول لو هم مش عاجبينك تمام او انت حاس ان انت ممكن ترجع اكتر من كده انت ممكن تغيرهم من ال اوبشنز بتاعت فوتوشم دلوقتي انا هاخد الهيستري بياخد كلها تمام هرجحها مكانها هرجحها من اين كليك على مساكها من هنا وقاتها تمام ودخلها مع اختها خب بالك لو اللين اللون لبني لو الجروب كلها بعلونها لبني هي هتخش معها مبلل اتنين هي هتخش كواحدة من فاصلة خالص جديد تمام الهيستري ممكن نغيرها من اين او نزودها من اين من ايديت بريفرنسيز جيرل يعني كنترول وكي ده وحاليا ما بنصحكش ان انت تلعب فيه خالص عشان لو عملت فيه حاجة فوتوشوب مش هيبقى زي ما انت مشتغلت عليه احنا اتفقنا ان احنا بنشتغل على من غير اي تغيير اقضhow إن فرق لو رحت هو ستجد Historicalウェоды. هم ستجد فيه حاجة ثم سيتم مستغرد مرات الب查فين حاجة تانية كل ما هتزوج الهيستري كل ما الفائر سايز في الميموري ما هيكبر ما احنا ما ننساش كمان ان ال PSD او ملفات الفوتوشوب اصلا معمولة عشان تبقى كبيرة قبل كده قاررنا ما بين ملفين لاثنين معمولين واحد طلع خمسة ميجا و واحد طلع تبتمية كيج اشوفك بقى الدرس الجاي مع حاجة تانية